أطلقت مؤسسة حياة كريمة ومكتبة الإسكندرية برنامج ستارز التدريبي لتنمية مهارات الشباب بمكتبة مصر العامة بضمنهور يهدف البرنامج إلى تنمية قدرات الشباب وإلى رفع كفاءتهم بما يؤهلهم لسوق العمل ويسهم في دعم مشروعات ريادة الأعمال وذلك بتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتنمية مهارات الشباب وتعزيز مشروعات ريادة الأعمال وتوسيع أفاق فرص العمل للشباب أطلقت مؤسسة حياة كريمة ومكتبة الإسكندرية برنامج ستارز التدريبي بمكتبة مصر العامة في ضمنهور يهدف البرنامج الذي يستمر حتى الرابع والعشرين من أكتوبر إلى تنمية قدرات الشباب ورفع كفاءتهم بما يؤهلهم لسوق العمل ويسهم في دعم مشروعات ريادة الأعمال وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نحن النهاردة موجودين في أول يوم فعاليات برنامج ستارز نجوم مصرية هو أحد الفعاليات الرائدة التي أطلقتها من أساسة حياة كريمة بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية ضمن فعاليات برنامج أجايليوس وذلك لإخراج جيل شاب واعي وفاهم المستقبل يتربى على التنمية المستدامة والمشاريع الذكية الخضراء وريادة الأعمال البرنامج هدفه بناء قدرات الشباب العلماء والمعرفية هدف البرنامج هو تمكين الشباب المعرفي في تخصصات عديدة منها التنمية المستدامة وظائف المستقبل المواجهة الشائعة والحروب الإدراجية ثقافة الابتكار ثقافة ريادة الأعمال منها التراث والهوية المصرية طبعا البرنامج بيهدف إلى تحفيز دور الشباب في البلد والاهتمام بأنه شبابنا يبقى شباب واعي واعد تحتوي الحقيبة التدريبية للبرنامج على خمسة محاور رئيسية على مدار أربعة أيام متتالية بواقع ثماني ساعات يوميا منها التعريف بأعمدة الشخصية المصرية والتاريخ المصري القديم والحديث ويمثله مكون التراث والهوية والشخصية المصرية والتعريف بأبرز التحديات المعصرة التي يواجهها الشباب في عالمنا اليوم والأدوات اللازمة للتصدي لها ويمثله مكون مواجهة الحروب الإدراكية والتصدي للشائعات والتعريف بأهداف التنمية المستدامة والمهارات المطلوبة للوظائف المستقبلية ويمثله مكون التنمية المستدامة ووظائف المستقبل فضلا عن دور مصر في القضية الفلسطينية عبر العصور كما يتم التعريف بأهمية الابتكار والإبداع وريادة الأعمال ويمثله مكون ثقافة الابتكار والإبداع وريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي من ضمنها محاضرات وورش عمل متنوعة تكلمنا النهاردة في موضوعات كثيرة زي التنمية المستدامة والحروب الإدراكية والتصدي للشائعات وزي بردو ثقافة الابتكار والاختراع وريادة الأعمال ودور مصر في القضية الفلسطينية وزي بردو تكلمنا عن رؤية مصر 2030 نحن استفدنا النهاردة باستهدف تأهيل الشباب لسوء العمل وتوعية التعليم لاستفادة تنمية المهارات برنامج السارز ممكن أن يكون من أفضل الحاجات التي أنا حضرتها وشاركت فيها برنامج السارز من أفضل ما يكونه بينامي مهارات الشباب إزاي يكون شخص قيادة، إزاي يقدير مشروع، إزاي يكون شخص نجاح في حياتي البرنامج يستهدف فئة المتطوعين من الشباب والفتيات تأخاصة طلبة الجامعات ويوفر لهم فرصة مميزة لتطوير مهارتهم وزيادة فرصهم في الحصول على وظائف تتناسب مع متطلبات السوق